ونبقى في الشأن الإنساني حيث دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع النقع السكني في محافظة الاذقية السورية الذي يضم 47 وحدة سكنية مسبقة الصنع بهدف إيواء عدد من الأسر السورية التي فقدت منزلها من جراء زلزال السادس من فبراير الماضي وكانت الهيئة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله قد أعلنت في إيبرل الماضي عن البدء في تجهيز ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع في سبع مناطق بمحافظة الاذقية بتكلفة 65 مليون درهم بهدف إيواء العائلات السورية المتضررة من جراء زلزال السادس من فبراير الذي خلف قتلى وجرحى ومباني متهدمة